يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثالثة والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيك إن كنت راغبا في إمامك الظهور المهدوي الكلام في مرحلة الظهور لازال يتواصل متتابعا ومثل ما مر علينا فإن الحديث عن مرحلة الظهور يقع في مسارين المسار الأول هو المسار التاريخي المستقبلي وقد تم الكلام فيه في الحلقة الماضية بالنسبة للمسار الثاني فهو مسار التغيير العظيم سأعرض لكم في هذه الحلقة والحلقات القادمة المعطيات التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة التي تقرب لنا الفكرة وصورة عن التغيير العظيم الذي سيتحقق عبر المشروع المهدوي الأعظم ملاحظة لا بد من الإشارة إليها قبل أن أشرع في المقصود وهذه الملاحظة تنبيه وتوضيح أشرت إليه فيما سلف من أنني حين جعلت حديثي عن مرحلة الظهور في مسارين فهذا الكلام كلام اعتباري لا يوجد على أرض الواقع مساران في مرحلة الظهور إنه مسار واحد لكنني أردت أن أسهل على المتلقي أن يتصور الصورة الأقرب لأن الأحاديث كثيرة ولأن المضامين متداخلة إلى حد بعيد فلو كنت قد عردتها كما هي من دون هذا التصنيف وهذا التبويب فإن الصورة القريبة من واقع مرحلة الظهور لن يستطيع المتلقي أن يتواصل معها لهذا السبب جعلت حديثي عن مرحلة الظهور في مسارين لأجل أن أسهل على المتلقي أن يتصور صورة مناسبة وقريبة من واقع مرحلة الظهور المهدوي ومعلوم لديكم فإننا لا نمتلك كل المعطيات والمعطيات التي وصلتنا قالها الأئمة صلوات الله عليهم بلسان المدارات وبالنحو المقارب للثقافة العامة في عصرهم صلوات الله عليهم فهم لا يستطيعون أن يحدث الناس في زمانهم بمفردات لا يعرفون عنها شيئا فلابد أن يكون الكلام على وجه التقريب على أي حال من دون التطويل في هذه الملاحظات سأشرع في حديثي عن المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم والتغيير العظيم هذا بوابة للتغيير الأعظم التغيير العظيم يتحقق في مرحلة الظهور ويتنامى شيئا فشيئا حتى نصل إلى عصر الرجعة العظيمة إنه اليوم الثاني من أيام الله التغيير العظيم يتحقق في اليوم الأول من أيام الله إنه يوم القائم لكنه يكون تدريجيا يتنامى شيئا فشيئا حتى يتكامل التغيير العظيم في المرحلة القائمية لكن التغيير العظيمة سيقودنا إلى التغيير الأعظم عبر اليوم الثاني من أيام الله عبر يوم الرجعة وإنما يتحقق معنى التغيير الأعظم في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الأرض جنة الدنيا إنها جنة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الدنيا أبدأ من هذه النقطة وهي نقطة أساسية جداً تمثل مقدمة ضرورية للتغيير الأعظم إنها التجارب البشرية فسكان الأرض جربوا وجربوا وجربوا جربوا أنواع الحكم واعتنقوا أنواع الديانات وتواصلوا مع مختلف الفلسفات وتقلبت بهم الأيام ما بين ظلم متعسف شديد وبين أنظمة ديمقراطية تمنحهم الحرية والرخاء هذا في جانب من الأرض وذاك في جانب آخر لقد ذاقت البشرية ويلات الحروب وما جرت الحروب الدينية في العصور السالفة وما جرت الحروب السياسية وما الحرب العالمية الأولى ببعيدة عن ذاكرة التاريخ وكذاك هي الحرب العالمية الثانية وما نشب من الحروب في النصف الثاني من القرن العشرين فيما بين الدول في مختلف بقاع العالم الحروب والأمراض الفتاكة والمجاعات والرخاء في جانب هذه هي الدنيا هذه هي الدنيا عرس بجانب مأتمي فهناك أناس يكاد الجوع أن يقتلهم وهناك أناس حائرون كيف يتخلصون من الأطعمة الكثيرة المتوفرة لديهم إن كان ذلك في مخازن الأطعمة أو كان ذلك في أبدانهم من الشحوم التي تجمعت هذه هي حكاية الدنيا كلمة مشهورة للفيلسوف البريطاني الساخر برنارد شو حينما يقول إن العالم كلحية وصلعة إنه كان لا يمتلك الشعر على رأسه وكان قد أطلق لحية طويلة يقول إن العالم كلحية وصلعة زيادة في الإنتاج وسوء في التوزيع هذه اللقطة لقطة حقيقية تمثل جانبا من واقع عالمنا في أيامنا هذه أو حتى في الأيام السالفة فهذا هو شأن الدنيا البشرية جربت جربت السياسات وجربت الأديان جربت أباطرة الحكم وجربت دعاة الحريهة والإنفتاح وجربت رجال الدين من مختلف الأديان والمذاهب جربت البشرية كل شيء في اللحظة التي ستكتمل تجارب البشرية نكون قد قاربنا اللحظة التي ننتظرها جميعا غيبة الطوسي الطوسي محمد بن الحسن الطوسي إنه مؤسس المذهب الطوسي سنة أربعمائة وثمانية واربعين للهجرة المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين بسنده بسند الطوسي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه دولتنا آخر الدول لا بد أن تعرف من أن الإمام الباقر صلوات الله عليه حينما يتحدث عن دولتهم وعن أنها آخر الدول هو لا يستعمل هذا المصطلح بالمعنى الشائع في أيامنا مصطلح الدولة من جهة قانونية من جهة سياسية من جهة اجتماعية له دلالته التي نعرفها لكن الإمام هنا لا يستعمل مصطلح الدولة ومصطلح الدول بهذا المعنى المراد من الدولة المرحلة الزمانية التي تكون مناسبة لأصحاب تلك الدولة إنها الفترة التي تكون الأمور جارية وفقا لمرادهم فدولة محمد وآل محمد هي الفترة الزمانية التي تعلو فيها كلمة الحق إنها الفترة الزمانية التي يعرف الناس فيها مدى الظلم الذي وجهه الناس باتجاه محمد وآل محمد صلوات الله عليه دولتنا آخر الدول ولي يبقى أهل بيت المراد من أهل بيت من عشيرة من حزب من مجموعة تجد في نفسها الأهلية لحكم الناس ولي يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لألا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء فلابد أن يحكموا ولابد أن يظلموا ولابد أن يفشلوا ولابد أن يقصروا ولابد أن تحكم البشرية على تجربتهم بأنها تجربة في أحسن أحوالها ناقصة ليست مكتملة دولتنا آخر الدول ولي يبقى أهل بيت لهم دولة لهم فرصة وعندهم المقدمات والمؤهلات كي يحكم الناس بالقوة بالتخطيط بالانتخاب بأي طريقة ما هو هذا حال البشرية في الماضي وفي الحاضر ولي يتغير في مستقبل الأيام فيما بيننا وبين الظهور الشريف دولتنا آخر الدول ولي يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملك قبلنا لألا يقول إذا رأوا سيرتنا التي لا عيب فيها إذا رأوا سيرتنا هكذا يقولون إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين العاقبة للمتقين هذا التعبير القرآني دلالته دلالته العميقة دلالته الحقيقية تتحقق في يوم القائم ويوم الرجع وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين فكل المجموعات وكل الأحزاب وكل الاتجاهات وكل الأديان وكل الفلسفات التي تمتلك مؤهلات للحكم بأي أسلوب من أساليب الحكم بالدكتاتورية بالملكية الدستورية بالأنظمة الجمهورية بالانتخاب بغير ذلك إنهم سيصلون إلى الحكم وسيحكمون وسيظلمون وهذا هو الذي نراه بأم أعيننا الشعوب الغربية التي تتمتع بحياة مرفهة بالقياس إلى سائر الشعوب الأخرى وتتمتع بقضاء عادل بالقياس إلى القضاء في الدول الأخرى إنني أتحدث عن الاتحاد الأوروبي أتحدث عن المملكة المتحدة أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية أتحدث عن كندا أتحدث عن استراليا وعن الدول التي تسير في هذا الركاب نيوزلندا مثلا اليابان مثلا هذه الدول تسير في ركاب البرنامج الغربي كوريا الجنوبية مثلا من الدول التي التحقت في السنوات الأخيرة بالنظام الغربي هذه الشعوب في هذه الدول تعيش حياة مرفهة بالقياس إلى الشعوب الأخرى هناك حرية هناك قضاء عادل قطعا الأمور نسبية أنا حينما أتحدث عن قضاء عادل وعن حرية إنني أتحدث عن أمور نسبية وأقوم بعملية مقايسة فيما بين هذه الشعوب والشعوب الأخرى التي تعاني من قضاء فاسد ومن خنق للحريات ومن 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 ومع ذلك فإن الشعوب الغربية وصلت إلى مكان فقدت ثقتها بحكوماتها إنني أتحدث عن أيامنا هذه ولا أتحدث حديثا جزافيا لأنني أتابع الأمور بدقة وبدقة متناهية فهذه الشعوب فقدت ثقتها بحكوماتها ولذا فهي لا تبالي كثيرا بما تفعل الحكومات وفقدت ثقتها بالإعلام الذي كان في سابق الأيام كان شيئا مقدسا إذا تكلم الإعلام الغربي كان الغربيون يعتبرون إعلامهم إعلاما مقدسا الغربيون الآن لا يثقون بحكوماتهم ولا يثقون بإعلامهم ولا يثقون بالنظام عموما بنظام الحياة ولذا هناك جدل كثير في المساحات الخاصة للسياسيين للمثقفين للمهتمين بالشأن الستراتيجي في الأجواء الغربية هناك جدل واسع وهناك حديث وبحث عن طريق جديد أسلوب جديد لأن الشعوب فقدت ثقتها بحكوماتها وفقدت ثقتها بإعلامها وفقدت ثقتها بنظام حياتها كانت الشعوب الغربية تقدس هذه العناوين تقدس الحكومات حتى المعارضة في الدول الغربية في العقود السابقة وإن كانت تعارض الحكومات لكنها تحترم القوانين وتحترم القرارات الرئيسة والأساسية التي تتخذها الحكومات وهم يعارضونها الأمور اختلفت الآن اختلفت بالكامل لماذا لماذا لأمرين الأمر الأول لكثرة التجارب التجارب أثبتت خلاف الذي كانت الشعوب تعتقده والأمر الثاني نحن في زمان تكشفت فيه الحقائق في العقود السابقة كانت الأمور خفية تجري في الكواليس دون أن يطلع عليها أحد تغيرت الأمور هذه التكنولوجيا وهذه التقنيات المعاصرة إنها ثورة المعلومات قلبت المجنة على الجميع قلبت المجنة على الجميع حتى على أصحاب الثورة أنفسهم ما هي الدنيا هذه ما هي الدنيا هذه أمورها متقلبة وشؤونها قلب حوهل دولتنا آخر الدول ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملك قبلنا نذهب إلى فاصل التجارب البشرية التي مرت على كل المجتمعات واكتشفت المجتمعات نتائجها في جهتها الإيجابية في جهتها السلبية كل ذلك يهيئ المجتمعات البشرية للتواصل مع هذه التجربة التي بدأت تتحرك باتجاههم من المفاصل المهمة في التجربة المهدوية بالنسبة للبشر من المفاصل المهمة ما سيقوم به إمام زماننا صلوات الله عليه من تعطيل البرنامج الإبليسي منتخب الأنوار المضيئة لعلي بن عبد الكريم النيلي النجفي من علماء القرن الثامن الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة في صفحة السابعة والخمسين بعد الثلاثمائة الحديث عن إسحاق بن عمار إنه يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إسحاق بن عمار يقول سألته عن إنظار الله تعالى إبليس وقتا معلوما ذكره في كتابه قال فإنك من المنظرين لك فسحة من الوقت يا إبليس إبليس هو الذي طلب هذا طلب جزاء على عمله فهذا هو جزاؤه وهذا الموضوع مذكور في موارده ونصوصه قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الإمام الصادق يقول الوقت المعلوم يوم قيام القائم فإن يوم الظهور سيكون نهاية إبليس إسحاق بن عمار يقول سألته سأل الصادق صلوات الله عليه عن انظار الله تعالى إبليس وقتا معلوما ذكره في كتابه قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال الوقت المعلوم يوم قيام القائم فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة بعد أن يصل إلى العراق إمام زماننا وبعد أن تستقر الدولة المهدوية فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجث على ركبتيه إبليس عنده القدرة أن لا نراه يمتلك هذه القدرة وكذلك يمكننا أن نراه خصوصا إذا أراد الإمام الحجة منه أن يظهر كي يرى الناس ذلك وجاء إبليس حتى يجث على ركبتيه فيقول يا وإله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته الناصية مقدم الرأس فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى أجله هذه الرواية وأمثالها تحدثنا عن واقعة هل ستقع بهذا التفصيل أم أن المضمون جاء بلسان التقريب فإن القضية ستقع بنحو آخر أكانت الرواية ستقع بهذا التفصيل المحسوس أم أنها جاءت بلسان التقريب لأن إبليس له برنامج كبير وله دولة منظومة من الأبالسة ما بين السماء والأرض حكاية إبليس حكاية واسعة عريضة الكلام في الرواية هنا كلام مقتضب موجز مختصر جدا أكانت هذه الروايات تتحدث بلسان التقريب أم أنها تتحدث بالوقائع التي ستقع كما جاء في ألفاظ هذه الروايات النتيجة واحدة النتيجة أن المشروع المهدوي الأعظم سيبطل البرنامج الإبليسي هذا لا يعني أن آثار البرنامج الإبليسي ستنتهي بالكامل إن إبليس كان يعمل لقرون وقرون وقرون إن إبليس كان يعمل لآلاف من السنين وعنده من الأتباع من البشر ومن الجن أبالسته كثيرون آثار برنامجه ستبقى لكنها تنحسر شيئا فشيئا إلا أن البرنامج سيعطل من رأسه مقدمة مهمة البشرية استطاعت أن تصل إلى خلاصة من تجاربها وهناك تعطيل للبرنامج الإبليسي وفي الوقت نفسه فإن برنامج التغيير العظيم يبدأ من أول ثانية من ثواني يوم الظهور الشريف لكن الأمر سيكون تدريجيا سأخذكم في جولة بين الأحاديث الشريفة التي تحدثنا بالإجمال عن ملامح التغيير العظيم غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذا الرجل النعماني صاحب هذا الكتاب فيما بيني وبين نفسي إني أصفه بأنه فلتر عظيم من فلاتر الأحاديث والروايات لقد اختار لنا عيون الأحاديث عيون الأحاديث وأمهات الروايات في هذا الكتاب بالرغم من أنه لم يكن كتابا كبيرا لكنه اجتمل على عظيم المضامين والحقائق الطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة إنها الطبعة الأولى في الصفحة السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن كامل عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله فإن النبي جاء بأمر جديد قائم آل محمد سيأتي بأمر جديد إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد وليس إلى دين جديد الدين واحد منذ زمان أبينها آدم لكن الدين في كل مرحلة زمانية يظهر بما يناسب تلك المرحلة وإلا فإن الدين دين واحد ليس هناك من دين قديم ودين جديد في مرحلة القائم سيظهر الدين بثوب جديد إلا أنه هو الدين هو الدين إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الإسلام بدأ غريبا في بداية البحثة كان الإسلام غريبا الذين يسمعون عن الإسلام في ذلك الوقت يسمعون شيئا غريبا وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربا الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإسلام مما يستعنف إنه يستعنف يستعنف دعوة جديدة يستعنف يستعنف أمرا جديدا يبدأ من الصفر مما يستعنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله كما دعا رسول الله لا يعني أن القائمة سيدعو بنفس الكلمات التي دعا بها رسول الله وإنما كما بدأ رسول الله بداية جديدة فإن القائمة سيبدأ بداية جديدة النبي بدأ بداية جديدة تتناسب مع عصره وقائم آل محمد سيبدأ بداية جديدة تتناسب مع عصره أيضا الدين واحد دين محمد وآل محمد دين واحد ودين الأنبياء طرا من أولهم إلى آخرهم دينهم دين محمد وآل محمد لكن كل زمان له خصوصياته فقلت اشرح لي هذا أصلحك الله أبو بصير يطلب من الإمام الصادق أن يشرح له ما قاله الإمام الصادق الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هكذا قال له مما يستعنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الكتاب نفسه في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة إنه الحديث العاشر بسنده بسند النعماني عن عبد الله بن عطاء قال قال قلت لأبي جعفر الباقر صلى الله عليه أخبرني عن القائم فقال والله ما هو أنا يبدو أن عبد الله ابن عطاء كان يظن أن القائم هو إمامنا الباقر قلت لأبي جعفر الباقر أخبرني عن القائم فقال والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم ولا تعرف ولادته قلت بما يسير فقال بما سار به رسول الله هدر ما قبله واستقبل بما سار به رسول الله لا يعني أن القائمة سيسير بنفسي ما سار به رسول الله في قوله وفعله ما سار به رسول الله يناسب زمانه وما سيسير به قائم آل محمد يناسب زمانه أيضا لكن وجه المشابهة من هنا هدر ما قبله واستقبل ألغى ما كان موجودا وجاء بشيء جديد قلت بما يسير فقال بما سار به رسول الله هدر ما قبله واستقبل في صفحة السادسة والثلاثين بعد المئتين إنه الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عطاء المكي يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سألته عن سيرة المهدي كيف سيرته فقال فقال يصنع كما صنع رسول الله يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام جديدا كل شيء سيتغير وماذا بعد في صفحة الثامنة والثلاثين بعد المئتين إنه الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عطاء أيضا عن الراوي نفسه لكنه يسأل الإمام الباقر سألت أبا جعفر الباقر فقلت إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس فقال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله ويستأنف الإسلام جديدا الحديث التاسع عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد لا يوجد في الروايات عندنا من أنه يأتي بدين جديد الدين واحد لكن مرحلة الدين في العصر القائم سيظهر الدين فيها بثوب جديد مثل مثل ما ضهر الدين في المرحلة المحمدية في عصر التنزيل بثوب جديد يتناسب مع ذلك العصر وكل هذا لا يتعارض مع القاعدة حلال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة فدين القائم هو دين محمد صلى الله عليه وآله فالحرام الذي يحرمه القائم يحرمه محمد صلى الله عليه وآله والحلال الذي يحلله القائم يحلله محمد صلى الله عليه وآله يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد على العرب شديد الثقافة البدوية ثقافة لا تقبل التجديد ثقافة تتمسك بتقاليد الآباء والأجداد وهذه المشكلة هي هي في واقعنا الشيعي الشيعة يسمعون هذه الحقائق عبر برامج قناة القمر ويذعنون في أنفسهم أن الحق هو هذا لكنهم لا يستطيعون أن يتفاعلوا مع هذه الحقائق ولا يرتبون أثراً عملية للثقافة الأعرابية التي ملأت رؤوسهم لقد وجدوا آباءهم على منهج يريدون أن يستمر على منهج آبائهم وإن كانوا يعرفون ضلاله وإن العراقيين يكثرون من هذه القول من الزيان اللي تعرف أحسن من زيان اللي ما تعرف ما أنت تعرفه كيف وصفته بأنه حسن ما أنت تقول من أنه حسن وأنت تعرفه هذا هو منطق الجاهلية الجهلاء وهذا هو منطق التيه المضاعفي فوق تيه بني إسرائيل إمامنا الباقر يقول يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا السيف وهذا جزء من مفردات التغيير العظيم إنه يجري عملية جراحية للمجتمع البشري كي يزيل الغدد السرطانية كي يزيل الأعضاء التي لو بقيت لو بقيت ستفسد سائر الجسد وستودي به إلى الهلاك هناك هناك عملية جراحية كبيرة مثل ما هناك محاكمة مهدوية عالمية هناك عملية جراحية عالمية لكنها لن تطول حرب القائم تستمر ثمانية أشهر هذه المدة التي ستجرى فيها العملية الجراحية العالمية وسيكون الحظ الأهفر للعراق والعراقيين وتحديدا لشيعة العراق الحظ الأهفر من هذه العملية لأنهم هم الأنجز بحسب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هم الأنجز هم الأقدار هذه الكائنات لا بد أن يقضى عليها وهي التي ستظهر فسادها هي التي ستبدأ حربها مع إمام زماننا الذين يتبعونهم نجاستهم نجاستهم ألا لعنة الله عليهم يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا السيف ولا يستتيب أحدا لا يستتيب أحدا هذا العنوان وهذا القانون لن يكون بالمطلق لكن كثيرين من هؤلاء الذين حقهم البتر لن يوفقوا للتوبة ولا توجد مقدمات ومؤهلات عندهم كي يستحقوا أن تفتح لهم أبواب التوبة هؤلاء لا بد أن يبتروا هذه الأعضاء الفاسدة المتعفنة الملوثة هذه الأعضاء النجسة لا بد من القضاء عليها ليس شأنه إلا السيف ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم إنه برنامج الحق وبرنامج العدل لا توجد مدارات في هذه العملية الجراحية مثلما لا توجد مدارات ولا تقية في المحاكمة المهدوية العالمية نذهب إلى فاصل لازلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه في صفحة التاسعة والثلاثين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند النعماني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلى الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من في الصفحة الأربعين بعد المائتين إمامنا الباقر هكذا يقول فياطوب لمن أدركه لمن أدرك قائم آل محمد فياطوب لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه ثم قال يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم في العمليات الجراحية هل هناك من مجاملة يقوم بها الطبيب الجراح فيما بينه وبين المريض ليس هناك من عمل جاد يقوم به إنسان مثل ما يقوم الطبيب الجراح بإجراء العمليات الجراحية فليس هناك من مجال للمجاملات والمصانعات وليس هناك من مجال للمزاح أو لغض الطرف عن بعض الأمور لا بد أن تكون الأمور صريحة واضحة وأن توضع على المحاك ولا بد أن يكون السيف قاطعا هنا يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم في صفحة الثانية والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الباب الحادي والعشرون وإنني أقرأ من الصفحة الثالثة والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثالث بسنده بسنده عن حبة العرني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة هؤلاء شيعة العترة ما هم بشيعة المراجع ما هم بشيعة الطوسيين كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة أتعلمون لماذا لأن الطوسيين يرفضون يرفضون الأحاديث التي تخبرنا عن تحريف القرآن يرفضونها يرفضونها وفاقا لسقيفة بني ساعد كأني أنظر إلى شيعتنا وهذه الروايات من أوضح الأدلة على ضلال القوم كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساطيط الخيامة الكبيرة قد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل وليس كما حرفه خلفاء السقيفة بني ساعد يعلمون الناس القرآن كما أنزل أما إن قائمنا إذا قام كسره كسر مسجد الكوفة هدمه وسوى قبلته عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الرابع في صفحة نفسها كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنث في أيديهم المثاني المراد من المثاني هنا الكتاب الجديد الكتاب الذي يكون مثنًا للكتاب القديم كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنث يعلمونهم الشيء الجديد في صفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمئة من الباب نفسه إنه الحديث السادس بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيطة في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم المثال المستأنث هذا هو الدستور الجديد هذا هو القرآن الجديد هذا هو النظام الجديد إنه المثال المستأنث المثال المراد منه الدستور الذي يكون في أعلى درجات الكمال ثم يخرج إليهم المثال المستأنث أمر جديد أمر جديد على العرب شديد على العرب شديد لأن الثقافة الأعرابية لا زالت تعشش في العقل العربي هذه نماذج من الأحاديث والروايات الشريفة التي تخبرنا عن الملامح العامة عن المفردات الكلية لبرنامج التغيير العظيم هناك قضاء جديد هناك سنة جديدة هناك كتاب جديد هناك أمر جديد هناك المثال المستأنث هناك تعليم الناس للقرآن القديم كما أنزل كما أنزل كل شيء سيتغير فالقرآن القديم الكتاب القديم لا يعني أنه سوف نتركه إننا سنتمسك به أكثر وأكثر خصوصا حينما نتعلمه كما أنزل مثل ما كتبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مصحفه العلوي الذي رفضت سقيفة بني ساعدة أن تعمل به وأن تتبناه سنتعلم القرآن كما أنزل نحن الآن نتمسك بما عندنا من القرآن نتلو القرآن بحسب القراءات الناصبية وهي قراءات مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله لكننا نتلو بها كي نحافظ على هذا الذي بين أيدينا من القرآن كي نغلق أبواب التحريف وكي لا نسمح لأي أحد من أن يحرف النص الموجود إنها محاولة لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه أما تفسير العترة لقرآنها فإن التفسير يكون وفقا لقراءة العترة التي تختلف اختلافا كبيرا عن القراءات الناصبية المعروفة فنحن عندنا في المشرق العربي نقرأ بقراءة حفص وهو قارئ كذاب لعين قراءته قراءة ناصبية تخالف قراءة محمد وآل محمد المغاربة في البلاد العربية يقرؤون بقراءة ورش على أي حال أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع المفردات هي المفردات الأساسية في هذا البرنامج المفردة الأولى أمر جديد المفردة الثانية كتاب جديد المفردة الثالثة سنة جديدة المفردة الرابعة قضاء جديد المفردة الخامسة مثال مستأنث المفردة السادسة إننا نتعلم القرآن كما أنزل نتعلم القرآن وفقا للمصحف العلوي كل شيء سيتغير كل شيء سيتغير والبرنامج الإبليسي قد عطل والبشرية قد وصلت إلى النتائج الأخيرة التي قد استنتجتها من خلال تجاربها الطويلة في الحكم والسياسة والدين والعقيدة والفلسفة وسائر أنماط الحياة وأساليب العيش إلى ما عليه الناس من العلاقات فيما بينهم أو من العلاقات حتى مع الحيوانات والنباتات والجمادات البشرية جربت كل شيء وها هو المثال المستأنف الذي يؤسس من جديد لكل شيء نذهب إلى فاصل الجزء السادس من تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة التاسعة والستين بعد المئة إنه الباب السابع عشر الحديث الأول بسنده بسند الطوسي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس فقال بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام بسيرة ما سار به رسول الله بحسب زمان القائم فإن القائم يسير بسيرة رسول الله من جهة أن النبي الأعظم أبطل كل شيء كان قبله وأسس شيئا جديدا إذا قام بأي سيرة يسير في الناس الإمام أجابه بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام أو حتى يظهر الإسلام المعنى واحد قلت وما كانت سيرة رسول الله قال أبطل ما كان في الجاهلية لم يقل الإمام الباقر من أنه قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا وإنما تحدث عن الإطار العام لأسلوب النبي صلى الله عليه وآله قال أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة الهدنة من أسماء الغيبة الغيبة لها في أحاديث العترة أسماء هناك الغيبة هناك الفترة هناك السترة هناك الهدنة لها العديد من الأسماء من أسماء غيبة الإمام الهدنة إنها هدنة مع دولة الباطل إنها هدنة مع دولة إبليس إنها هدنة مع السقيفتين مع سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل يبطل دين سقيفة بني ساعدة ودين سقيفة بني طوس وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل في بصائر الدرجات الكبرى لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه المتوفى سنة ميتين وتسعين للهجرة من رجال الغيبة الأولى هذه طبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند الصفار عن بحسب ما هو مطبوع عن رفيدة مولى أبي هبيرة وهذا لا نعرفه في الحقيقة ولكننا نعرف راوية يقال له رفيد ابن هبيرة هذا الكتاب من الكتب التي تعرضت للتحريف والتصحيف الواضحين والواضحين جدا نذهب إلى فاصل بحسب ما هو المطبوع عن رفيدة مولى أبي هبيرة والصحيح هو عن رفيد ابن هبيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رفيد يقول قال لي يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج المثال الجديد ثم أخرج أو ثم أخرج الإمام الإمام المثال الجديد على العربي الشديد بحسب النصوص السابقة على العربي شديد ويبدو أن النصف أصله هو هكذا ولكنني ولكنني كما قلت هذا الكتاب تعرض لتحريف وتصحيف واضحين وواضحين جدا يا يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ثم أخرج الإمام أخرج المثال الجديد على العرب الشديد قال قلت جعلت في ذاك ما هو قال الذبح إنها العملية الجراحية الكبرى لهذه العقول التي انتهت صلاحيتها ولهذه الأبدان التي نشأت على الحرام من رؤوسها إلى أقدامها قلت جعلت في ذاك ما هو قال الذبح قال قلت بأي شيء يسير فيهم بما سار علي بن أبي طالب في أهل السوات قال لا يا رفيد بما سار علي بن أبي طالب في أهل السواد أهل السواد أهل العراق قال لا يا رفيد إن علي سار بما في الجفر الأبيض وهو الكف الكف عن إجراء العقوبات الحقيقية وهو يعلم أمير المؤمنين وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده ولذا سار بالجفر الأبيض حتى لا ينتقم من شيعته من بعده وإن القائمة يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته من بعده فليس هناك لا من تقية ولا من مدارات ولا من مجاملة ولا من مصانعات إنه الحق إنه العدل من هنا يتجلى لنا هذا المعنى في الرواية التي أقرأها عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة الثانية بعد الخمسمائة إنه الحديث العاشر أقرأ عليكم من الصفحة الثالثة بعد الخمسمائة بسنده بسند الصدوق عن عبد الرحيم القصير قال لي أبو جعفر صلوات الله عليه إنه باقر العلوم أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء الحميراء عائشة أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء هذا جزء من المحكمة والمحاكمة المهدوية العالمية جزء من بيان الحقائق مثلما نبش القبرين في المدينة أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها ماذا ماذا فعلت عائشة بفاطمة الحديث طويل طويل في حياتها وبعد استشهادها صلوات الله عليها قلت جعلت في ذاك ولما يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم إنها السيدة مارية القبطية أم المؤمنين أم إبراهيم افترت هي عليها مع حفصة ومع أبي بكر وعمر في أحاديث العترة لا شأن لي بسقيفة بني ساعد وما يقولون ولا شأن لي بسقيفة بني طوس وما يظهرون من خرائهم من أفواههم لا شأن لي بهم في أحاديث العترة ما يعرف بحديث الإفك هو افتراء عائشة مع حفصة مع أبي بكر وعمر على السيدة مارية القبطية أم إبراهيم من أنها كانت زانية ومن أن جريج القبطية كان قد زنى بها ومن أن إبراهيم الذي هو ابن رسول الله ما هو بابن رسول الله هو ابن جريج القبطي هذه الروايات موجودة عندنا والكلام مفصل في أحاديث العترة الطاهرة الآيات التي في سورة النور في أوائل سورة النور التي تعرف بآيات حديث الإفك ترتبط بالسيدة مارية القبطية إنها تبرئة لها من افتراءات عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر أما هذه الحادثة التي ترويها عائشة بعد وفاة السيدة مارية القبطية وهي لم يكن عندها من عشيرة أو من أهل ابنها إبراهيم توفي في حياتها وهي توفيت بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بفترة قريبة فنسيت ونسي أمرها فجاءتنا عائشة بأكاذيبها كأكاذيبها الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم الأحاديث التي تفوح منها رائحة الجنس وهي رائحة قبيحة إنها الأحاديث القذرة التي تنسب القبائح لرسول الله صلى الله عليه وآله وقد عرضت جانبا مهما منها في مجموعة حلقات صولة القمر في برنامج الخاتمة يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات مجموعة من الأحاديث العائشية المكذوبة على رسول الله التي جاءت مروية في البخاري ومسلم فهذه حكاية أن عائشة خرجت مع رسول الله في بعض غزواته وبعد ذلك اتهمت مع صفوان بن المعطل حكاية طويلة لا مجال لسردها وإيرادها ومن أنها اتهمت من قبل بعض الصحابة من أنها كانت زانية الحكاية لا حقيقة لها ولم يحدث شيء من هذا آيات حديث الإفك هي حكاية افتراء عائشته مع حفصته مع أبي بكر وعمار على السيدة مارية القبطية وإلى هذا يشير إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه قلت جعلت في ذاك ولما ولما يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم وما كانت تستحي تقول للرسول الله من أن إبراهيم ما هو بولدك لأن النبي كان يحبه كثيرا كان يحب إبراهيم فكانت تغار لأنها لم تكن قد أنجبت ولدا لرسول الله تغار من السيدة مارية القبطية أم المؤمنين أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد الحديث هنا طويل عن الذي فعلته عائشة وفعله أبوها وأعتقد أن أكذوبة أن النبي لا يورث من العناوين الواضحة مما فعله أبو بكر وعائشة في حق فاطمة صلوات الله عليها وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها قلت جعلت في ذاك ولم يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم قلت فكيف أخره الله للقائم لماذا لم يقمه رسول الله فقال له لأن الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله رحمة كان النبي صلى الله عليه وآله يعامل الناس ويعامل أصحابه يعامل المسيئين منهم بالرحمة وبالمدارات وبالملاطفة لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة ويبعث القائم عليه السلام نقمة هذه لقطة التفاصيل كثيرة ولا أجد مجالا للخوض في كل صغيرة وكبيرة هذه الرواية تثبت لنا ماذا تثبت لنا أن سيرة القائم ليست كسيرة رسول الله لأنه قد يفهم من كثرة الأحاديث من أن سيرة القائم كسيرة رسول الله فيتوقع من أن القائمة سيفعل نفس فعل رسول الله وسيقول نفس قول رسول الله ما صدر من رسول الله في مرحلة التنزيل كان مناسبا لتلك المرحلة بعد بيعة الغدير نحن دخلنا في مرحلة التأويل والتأويل تدريجي ويتسامى التأويل في المرحلة القائمية من هنا فإن القائمة سيقيم الحد على الحمير هذا مصداق من المصاديق وهو جزء من المحاكمة المهدوية العالمية أعتقد أن الصورة صارت واضحة التغيير العظيم له مقدمة المقدمة النتائج التي تصل إليها البشرية بعد التجارب الطويلة وكلمتكم عن ذلك هناك تعطيل للبرنامج الإبليسي وهذا لا يعني أن آثار البرنامج ستتلاشى بالمطلق وبالكامل لكن البرنامج سيعطل من مركزه الرئيس سيتوقف البث البث المباشر سيتوقف سينتهي الحراك الفعلي للبرنامج الإبليسي الآثار السابقة ستبقى موجودة البرنامج الكبير للتغيير العظيم ذكرت لكم ملامحه العامة مفرداته المهمة عملية التطبيق كيف ستكون عملية التطبيق تبدأ من تجفيف منابع المعصية للمعصية وللخطيئة وللجريمة أكانت الجريمة دينية أم كانت الجريمة سياسية أم كانت الجريمة اجتماعية أم كانت الجريمة أخلاقية وكل الجرائم هذه في آخر الأمر تعد من الجرائم الدينية لكنها قد تصبغ بلون معين هناك جريمة دينية مباشرة وهناك جريمة دينية لكنها بلون سياسي وهناك جريمة دينية لكنها بلون اجتماعي وهناك جريمة دينية لكنها بلون أخلاقي الجرائم هي الجرائم الجرائم والمعاصي على اختلاف عنواعها وعلى اختلاف درجاتها ومراتبها من كبائر الكبائر إلى الكبائر وإلى الصغائر وإلى صغائر الصغائر الجرائم كلها لها منابع ولها مسببات ولها مقدمات برنامج التغيير العظيم في جهة الإنسان وهو المفردة الأهم في هذا التغيير التغيير سيطال كل شيء سيطال الحيوانات سيطال النباتات سيطال الجمادات سيطال كل شيء لكن الإنسان المفردة الأهم والمفردة الأعظم في هذا البرنامج هكذا يبدأ العمل مع الإنسان بتجفيف منابع المعصية الإنسان لن يتحول إلى كائن معصوم وإنما يوفر المشروع المهدوي الأعظم الأجواء العامة والأجواء الخاصة لبني البشر التي تكون ضاغطة عليهم بلطف بلطف من دون أن يشعروا ذلك هذه الأجواء تبعدهم عن المعصية والجريمة تشجعهم بنحو نفسي داخلي من دون دفع مباشر تشجعهم على الاقتراب من الطاعة على الاقتراب من الخلق العالي على الاقتراب من الرحمة والرأفة على الاقتراب من الإحسان والصدق والأمانة هناك منابع للمعصية من هذه المنابع سأتحدث عن أهمها الخوف خوف الإنسان من الظلم من أن يظلم خوف الإنسان من ظلم السلطان أو من ظلم الأخوان أو من ظلم الأعداء خوف الإنسان من الظلم من الظلم في نفسه من الظلم في أهله من الظلم في أحبائه وأصدقائه من الظلم في ممتلكاته من الظلم في حقوقه وشؤونه المادية والمعنوية خوف الإنسان من الظلم يدفعه إلى أن يكون ظالما يدفعه إلى المعصية وإلى الجريمة خوف الإنسان مما سيجري في المستقبل في قادم الأيام من خوفه على مصير حياته في الجهة المادية أو المعنوية من خوفه على عمله على تجارته على أسرته على كل شؤونه الخوف من المستقبل الخوف من مستقبل سيواجه أطفاله يواجه أولاده يواجه أحفاده خوف الإنسان من المستقبل وهو خوف واسع خوف الإنسان من تضييع حقوقه ومن تضييع فرصه المناسبة الخوف مساحة واسعة جدا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فنحن بحاجة إلى حلقة كاملة وربما أكثر كي نتحدث عن هذا المنبع الأساسي من منابع المعصية والجريمة في حياة الناس في ماضي الأيام وفي حاضرها وفي ما يأتي من الأيام إمام زماننا يجفف هذا المنبع لأن المشروع المهدوي الأعظم سيعطي للناس أمنا وأمانا بديلا عن هذا الخوف سيعطيهم برنامجا عادلا فليس هناك من خوف من الظلم وليس هناك من خوف من المستقبل وما يجري فيه وليس هناك من خوف من تضييع الحقوق والفرص وليس هناك وليس هناك إنه الأمن والأمان فحينما يجفف هذا المنبع فإن قدرا كبيرا من المعاصي والجرائم سيتوقف فإن الإنسان حينما يستشعر بالأمن والأمان ولا يخاف من ظلم ولا يخاف من مستقبل مجهول ولا يخاف من تضييع حقوق وتضييع فرص مناسبة له أو لأسرته أو لذويه لا يكون مضطرا أن يتحرك باتجاه دائرة المعصية والجريمة لأن الأمن والأمان سيجعلان الإنسان مستقرا هادئا ليس مضطربا الإمام سيجفف هذا المنبع ويجفف منبعا آخر إنه الفقر هذا الفقر الذي يقول عنه أمير المؤمنين كاد الفقر أن يكون كفرا وعمليا هناك كثير من الناس ليس في زماننا فقط عبر التأريخ وفي زماننا فإن الفقر يقودهم إلى الكفر ولذا فإن أمير المؤمنين يقول كاد الفقر أن يكون كفرا الحاجة إلى المال والحاجة إلى الغنى والحاجة إلى رفاهية الحياة الناس يبحثون عن المال لحل مشاكلهم ويبحثون عن الغنى كي يغيروا واقع حياتهم ويبحثون عن رفاهية الحياة بحثا عن الراحة وبحثا عن التنعم بلذائذ الدنيا هذه الأمور الثلاثة يبحث عنها الإنسان ليل نهار أكان الإنسان متدينا أم لم يكن أكان الإنسان عالما أم لم يكن أكان الإنسان صغيرا أم لم يكن أكان شيخا كبيرا أم كان شابا الجميع يبحثون عن المال يبحثون عن النقود لحل مشاكلهم لأن المشاكل في الحياة الدنيوية اليومية لا تحل إلا بالمال يبحثون عن المال لحل مشاكلهم ويبحثون عن الغنى الغنى الحالة المالية الفائقة والعالية جدا يبحثون عن الغنى لتغيير واقع حياتهم المال لحل المشاكل أما الغنى لتغيير واقع الحياة لنقل واقع الحياة من حالة إلى حالة أخرى ويبحثون عن رفاهية الحياة رفاهية الحياة هي التي تسبب الراحة والارتياح وتسبب التلذذ والتنعمة بلذائذ الدنيا ونعيمها الناس يبحثون عن هذه الأمور المعنونة بهذه العناوين لكن الذي يضاد كل ذلك الفقر الفقر يمنع الإنسان من أن يحصل على المال الذي يستطيع أن يتخلص من مشاكله به الفقر يمنع الإنسان من أن يكون غنيا كي يغير مستوى حياته على النحو الاجتماعي على النحو الاقتصادي وحتى على النحو الثقافي الفقر يمنع الإنسان من أن يتنعم برفاهية الحياة ولذا كاد الفقر أن يكون كفرا وبسبب الفقر وبسبب سعي الإنسان لتحصيل المال أو سعي الإنسان للوصول إلى الغناء أو سعي الإنسان للحصول على رفاهية الحياة في هذا الطريق وعبر هذه المحاولات ترتكب الجرائم الكثيرة والكثيرة جدا ولذا فإن إمام زماننا يضع الأموال مكدسة بين يدي الناس والمنادي ينادي تعالوا إلى هذا الذي سفكتم فيه الدماء تعالوا إلى هذا الذي قطعتم فيه الأرحام تعالوا 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 إلى هذا الذي ارتكبتم فيه ما ارتكبتم الروايات تقول من أن الناس سيكتفون مالياً بحيث لو قدمت لهم الأموال أو كان بإمكانهم أن يحصلوا على الأموال لما أسرعوا إلى ذلك ولرفضوا ذلك لكثرة ما عندهم من الأموال ولحالة القناعة النفسية والمعنوية التي تهيمن عليهم المشروع المهدوي الأعظم مثلما يجفف منبع الخوف يجفف منبع الفقر تصوروا بسبب تجفيف منبع الخوف وتجفيف منبع الفقر كم من الجرائم وكم من المعاصي التي ستزول من المجتمع البشري هذا لا يعني أنه لا ترتكب جرائم لكنها ستكون نادرة جداً والنادر كما يقال كالمعدوم ستكون نادرة جداً نذهب إلى فاصل الأمر الثالث الذي سيجففه إمام زماننا عبر مشروعه المهدوي الأعظم سيجفف منابع المشكلة الجنسية الجنس مشكلة كبيرة وكبيرة جداً في الواقع البشري عموماً وفي واقعنا الشيعي خصوصاً لأن الكلام موجه إلى الشيعة في هذا البرنامج أنا لا أخاطب الجميع مجنون هذا الذي يخاطب الجميع أنا لا أخاطب كل شيعة إنما أخاطب جزءاً من الشيعة أخاطب الذين يعبؤون لأمر إمام زمانهم فقط لا أخاطب الجميع مجنون هذا الذي يخاطب الجميع لكنها حقيقة فإن الجنس مشكلة كبيرة وكبيرة 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 وعظيمة وعظيمة في الواقع البشري عموماً وفي واقعنا الشيعي خصوصاً فنحن جزء من البشر ما يجري على عامة البشر يجري علينا لا بد أن نشخص هذه النقطة ومن البداية قبل أن أتحدث في تفاصيل الموضوع الحاجة الجنسية هو أمر طبيعي عند الرجل وعند المرأة ولا فارق بين الاثنين ما هو موجود في مجتمعاتنا وحتى في غير مجتمعاتنا من أن للرجل من الحقوق ما ليس للمرأة من الحقوق في هذا الجانب هذا من إسقاطات الأعراف الظالمة وفي مجتمعنا من إسقاطات الأعراف القبلية والعشائرية والبدوية وهي أعراف لا تنتمي لا إلى عقل ولا إلى دين ولا إلى فطرة هذا أمر جعله الله في الإنسان مثل ما جعل في الإنسان حاجة للطعام والشراب وجعل في الإنسان حاجة للنوم والراحة وجعل في الإنسان حاجة للدواء والعلاج حين المرض جعل في الإنسان حاجة للجنس هذا أمر ليس بيد الإنسان هذا شيء يعد جزءا طبيعيا من تكوين الإنسان هناك حاجة جنسية عند الرجل وحاجة جنسية عند المرأة ولا فارق بين الإثنين حينما نفرق بين الإثنين في هذه الحاجة فإن الاختلال النفسية والاجتماعية سيهيمن على الواقع الحل الذي جاء به رسول الله في تشريع الزواج المؤقت هذا هو الحل الأمثل سيتحدث السنيون الذين يتابعون برنامج سيقولون لقد رجع إلى المتعة زواج المتعة في الأوساط الشيعية في زماننا في الأعم الأغلب زنا لا تتوفر فيه الشروط الشرعية الصحيحة إنني أتحدث عن الزواج المؤقت ضمن ثقافة عامة ضمن هذه الشرائط أن يعرف الجميع من أن الرجل حاجته الجنسية أمر طبيعي وكذلك المرأة من أن يعرف هذا بنحو علمي بنحو ثقافي ومن أن النفوس تكون هادئة في التعامل مع هذه المضامين نحن الآن في أجوائنا الشعية نرفض أن تتزوج بناتنا زواج المتعة وأن تتزوج أخواتنا زواج المتعة كل شيعة يرفضون هذا وإذا ما حدث زواج متعة فإنه يكون بالسر هذه إسقاطات إسقاطات عشائرية هذه إسقاطات عمرية في أحاديثنا الشريفة لولا عمر بن الخطاب ما زنى إلا شقي لا يعني أن الزنا سينتهي لكن الذين سيمارسون الزنا هم أولئك المرضى 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 بمرض المعصية والجريمة كذلك الذي يزني بجارته ليليا ولا يقترب من زوجته وزوجته كانت تعلم بذلك يذهب إلى بيت جارته مع وجود زوجها يزني بها في حالة خوف ورعب ويعود إلى بيته لا يقترب من زوجته في يوم من الأيام اتفقت زوجته مع جارته وطلبت منها أن تتشبه بها وأن تنام في نفس الفراش الذي تنام فيه الجارة حينما يأتيها هذا الرجل كي يزني بها اتفقت مع جارتها وفعلت ذلك فجاء الرجل وزن بزوجته وهو لا يدري من أنها زوجته لكنه بعد أن عرف أن المرأة التي ضاجعها في الليلة السابقة هي زوجته لأنه جاء على خوف وعلى عجلة من أمره والجارة أثارت خوفه من زوجها فقضى ما يريد مستعجلا لما عرف الأمر في اليوم الثاني ماذا قال لزوجته قال لها ما ألذك حراما وأقبحك حلالا هذا مريض هؤلاء المرضى هم الأشقياء لو لا عمر بن الخطاب أحاديث العطرة تقول ما زنى إلا شقي عمر بن الخطاب هو الذي وقف حاجزا أمام هذا التشريع نحن نعرف العلة نعرف العلة لأنهم كانوا يعلمون بأن أولاد الزنا لا يميلون إلى علي لا يميلون إلى العطرة الطاهرة فأفضل باب لنشر الزنا أن يمنع الزواج المؤقت حينما يغيب الزواج الشرعي المؤقت سينتشر الزنا وسيغثر أولاد الزنا وإذا ما كثر أولاد الزنا كثر أعداء علي وآل علي هذا جزء من برنامج إبليسي نفذته سقيفة بني ساعد لأن الأحاديث تقول لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا فأبناء الزنا هم الذين يبغضون علي هذا لا يعني أن كل ابن زنا يبغض علي لكن الظاهرة العامة فيهم يبغضون علي وهذا أمر معروف كان بين صحابة حتى في كتب المخالف جابر ابن عبد الله الأنصار وغيره يقول كنا نبور أولادنا بحب علي لأنهم سمعوا ذلك من رسول الله من أن علي لا يحبه إلا أبناء الحلال ولا يبغضه إلا أبناء الزنا فجابر ابن عبد الله الأنصار يقول كنا نبور أولادنا بحب علي نبور أولادنا نمتحنهم حينما نشك في نسب بعض أولادنا ننتظر علي حين يمر في الشارع فنسأل أطفالنا هل تحبون هذا فإن أجابوا بنعم عرفنا أنهم أولادنا وإن أجابوا لا عرفنا أنهم ما هم بأولادنا كنا نبور أولادنا بحب علي هذا هو علي لا أريد الحديث عن هذه النقطة أعود إلى كلامي حينما أتحدث عن الزواج المؤقت بشرائطه الشرعية بشرط أن تكون الثقافة واضحة من أن الناس جميعا لا يرون نقصا أو عيبا فيه وإلا في زمن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لأصحابه عن زواج المتعة يقول لهم اتركوها لأجلي اتركوها لأجلي صحيح أن زواج المتعة زواج مشرع لكن الإسقاطات التي وقعت عليه شوهت هذا الزواج إسقاطات عمرية لعينة من سقيفة بني ساعدة وإسقاطات عشائرية أعرابية بدوية فهذا الدين دين الأعراب لا يستند إلى علم ولا إلى ثقافة لذا قلت لابد أن يثقف المجتمع بثقافة علمية من أن الحاجة الجنسية لا تختلف عن الحاجة إلى الطعام أو إلى الشراب لابد من تجريد الثقافة من الإسقاطات العمرية ومن الإسقاطات القبائلية العشائرية وأن يكون الأمر ضمن الضوابط الشرعية الصحيحة التي بيّنتها أحاديث العترة الطاهرة حينما يكون أمرا عاما كالزواج الدائم ستحل المشكلة الجنسية الناس يقبلون الزواج الدائم هناك ثقافة مفرداتها جعلت الناس يقبلون الزواج الدائم ما هو الفارق بين الزواج الدائم والزواج المؤقت ما هذا زواج وهذا زواج من قال من أن هذا الذي تزوج زواجا دائما ألا يموت في ليلة زواجه إنها ثقافة لا يوجد فارق بين الزواج الدائم وزواج المؤقت أبدا الحكاية هي الحكاية غاية الأمر أن الناس تقبل هذا الزواج وترفض هذا الزواج ترفض هذا الزواج حتى في الأجواء الشيعية مع أنهم يعلمون أن زواج شرعي للإسقاطات العمرية قد تسألني هل تقبل أن تتزوج ابنتك زواجا مؤقتا إنني أرفض ذلك ولست أنا وحدي الجميع جميع الشيعة يرفضون ذلك بسبب الإسقاطات مثل ما قال إمامنا الصادق لأصحابه اتركوها دعوها اتركوا هذا الزواج لأجلي لأجلي هناك إسقاطات عمرية وهناك إسقاطات أعرابية هذه الإسقاطات ليست خاصة بزواج المتعة فقط هناك إسقاطات كهذه على كثير من الشؤون الدينية لا أريد الحديث عن كل شيء لذا فإنني حينما أقول من أن الزواج المؤقت حل ستراتيجي لمشكلة الجنس بحسب الرؤية التي ذكرتها لا بحسب ما يجري الآن في الأوساط الشيعية ما يجري الآن في الأوساط الشيعية أكثره زنا وليس بزواج مؤقت خصوصا في الأوساط الحوزوية وخصوصا ما يقوم به خطباء المنبر الحسيني حينما يذهبون للتبليغ خارج العراق أو حتى في داخل العراق حينما ينتقلون إلى مكان جديد إلى مدينة أخرى ويتزوجون الزواج المؤقت أكثر هذه الحالات هي زنا ولا تعد زواجا شرعيا والآثار الاجتماعية والإسقاطات الاجتماعية تحول الزواج في كثير من حالاته إلى زواج محرم حتى لو توفرت الشرائط الشرحية ما يترتب على هذا الزواج من إسقاطات اجتماعية ستحوله إلى زواج محرم فالحالات التي يصح فيها الزواج المؤقت في زماننا قليلة جدا قليلة جدا وأنا لا أريد أن أخوض في مفاسد مكاتب المرجعيات وفي مفاسد أصحاب العمائم في النجف وغير النجف ولا أريد الحديثة عن المفاسد التي يرتكبها الرواديد فإن الرواديد صاروا كالمغنين لهم معجبون ومعجبات وفي خلال هذه الأجواء يتزوجون الزواج المؤقت أو ما يجري في بعثات الحج النساء التي يسافرنا في بعثات الحج لأداء الحج أو لأداء العمرة وما يجري من المفاسد في بعثات المرجعيات الحكاية طويلة طويلة أنا لا أريد أن أخوض فيها في هذا البرنامج ربما أفتح لها ملفا خاصا بها هذا الموضوع موضوع حساس جدا لكن بالإجمال بالإجمال فإن برنامج الزواج المؤقت بالشرائط الشرعية الصحيحة بحسب منهج علي بن أبي طالب بحسب منهج قائم آل محمد ضمن ثقافة عامة بحيث لا يرى الوالد عيبا في زواج ابنته زواجا مؤقتا المجتمع كله لا يرى ذلك مثلما ننظر إلى الزواج الدائم ننظر إلى الزواج المؤقت وهذا جزء من التسليم لبرنامج الله الله يريد هذا ولكن ضمن الشرائط الصحيحة هذا هو الحل الأمثل لمشكلة الجنس وقت الحلقة صار طويلا نكمل الحديث إن شاء الله تعالى غدا نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن المراجع البتريين الطوسيين اللعناء بتريون هم هم قذر نجس أسألكم الدعاء جميعا في عمان الله ترجمة نانسي قنقر